اشتركوا في القناة قناة الفضائية العراقية مع الأسف شديد لقاء مع السفير الإيراني في العراق ولا بأس تلتقون بأي سفير أسف لأنه يقول مع الأسف لأنه من حق القناة أن تلتقي بأي سفير أي رجل دبلوماسي من أي دولة وإي مسؤول تحدث عن علاقات الطيبة مع البلد العلاقات التجارية العلاقات السياسية لا بأس من ذلك حتى المواطن يستنير أكثر ويرى وأن دولة رايحة وشين علاقته مع هذه الدولة سينو صادوكي وكاف وميم هكذا لكن يعني هذا اللقاء بقدر ما هو محزن بقدر ما هو مضحك اللقاء يعني يبدو هما للإيرانيين عدي مو أكثر من الإيرانيين لا سيلة موضوع بطريقة حتى تجعل هذا الرجل يتحدث عن إيران بطريقة بطريقة يعني وردئة يعني هذه الدولة التي كل الناس تعرف وكل العراقيين يعرفون مدى الأذى الذي سببته للعراق وإذا بها هي يعني هي صاحبة الفضل الأول والأخير على العراقيين ماشي لكن واحدة من الأسئلة المهمة والإجابات المهمة التي طرحوها علي كان عن قضية المخدرات فيسأل المقدم يقول كثير من الإيرانيين اللي يجعون زيارات وكذا وطبعا يقولون ملايين مليونين مدرج قد بكل زيارة بالأربعين دخلوا مليونين قالوا يدخلون معهم مخدرات وتم القال قبض على كثير من أدهم ويدعون بالسجون فيرد السفير الإيراني وكأنه جمهور وكأنه عراقيين مجرد بلا عقول حشاهم وهذا جيد يضحق عليهم ويسفه كل فكرهم وكل رؤيتهم لا يعقل فيرد يقول هؤلاء ليسوا يعني لا يحملون المخدرات هؤلاء يحملون الترياق وهذا الترياق يعني دواه لأغراض صحية يعانون من أمراض معينة وبوصفات طبية هؤلاء وهي غرامات قليلة لا تساوي شيئا وأنتو تلزمون كل الآلاف هذا اللي لزمتوهم إذا تتحصون الكمية من حصر وكمية اللي قوماك 150 غرام عندهم كميات يعني لا تساوي شيئا وكلها ترياق كلها أدوية لغراض صحتهم يوصولهم يا وصفات طبية الله هو أكبر هل يعقل هذا الكلام هل يمكن لشخص أن يتحدث مع ناس هو يعتقد أنهم عقلاء ويستحقون الكلام معهم يحدثهم بهذا بهذا المنطق هل يستحق أهل العراق هؤلاء اللي علموا الدنيا كلها كيف يبنونه كيف يعيشونه كيف يبنون المدن وكيف يزرعونه وكيف يلبسونه كل شيء وكيف يكتبون هؤلاء أهل العراق اللي علموا الدنيا كلها هكذا تحدثهم بهذه الطريقة بهذه الطريقة الساذجة المضحكة المبكية اللي تتحدث بها ترياق ما هذا ترياق حتى السبك اللي يستوردوا من إيران يفتحون بطن يلقون به حبوب مئات الآلاف من حبوب هذه الكريستال وغيرها المخدرة مئات الأطنان من المخدرات مسكت من إيران وعادر عبد المهدي يقول نرجنتين جتنا يخاف يقول من إيران ويتحدث السفير يقول هذا القانون يعني القانون العراقي هو القانون ينتقد القانون العراقي يسجنهم ويعاقبهم غلط هذا لأن ذول أشياء اللي ترياقوا وقضايا بسيطة وقال قضية مهمة قال بالأخير اتفاهمت وزارة الداخلية الإيرانية والشرطة الإيرانية مع نظراهم بالعراق والآن قضية يعني رح يهدوهم كلهم وخلاص وكلهم ومنها وغادي كل واحد جاي مخدرات ترياق وهذا قضية صحية وما حد يمسك هكذا الأوامر الإيرانية البلد نحن كنا بلد وبشهادة الممتحدة خالي من المخدرات ما الذي جعل العراق يعني موطنا للمخدرات يزرعها ويصنعها ويصدرها يعني مو طريق مرور فقط لا يتاجر بيها ويزرعها ويصنعها ومصيبة ثلاثة أربع شبابنا وثلاثة أربع بلدنا يتعاطى المخدرات المخدرات وصلت إلى المدارس الابتدائية منينها كلها من إيران وهذا الأخ يقول لنا ترياق هذا وجايبي صحية والمذيئ يعني يسكت فما يقدر حقه ماذا يقول يقدر يحكي ويسفير الإيراني وصار تفاهم بين يعني الجهات الأمنية في إيران والجهات الأمنية في العراق اللي هي وحدة بأنه خلص ما يصير شيء من هذا يعني دائما وكانت الأخبار تأتي تقول أنه تم القبض على خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو عشرة أو عصابة أعداد مئة واحد معهم كيلوات من المخدرات في البصرة ما يقولون مين جاي بها على الحدود يا حدود من الكويت ما تدخل لنا ما أكو حتى نكون منصفين لا من دول الخليج ولا من أحد هي تدخل من إيران ولا من الأردون ولا من السعودية ولا من تركيا ما أكو أحد كلها من إيران تأتي إيران وراها أفغانستان وكل هذا جيب مخدرات وذب العراق وتجارة مثل تجارة الأدوية مثل تجارة السلاح كل الميليشيات تشتغل بها وأموالها هائلة ومافيات وراها والعراق مليان مخدرات والأخي يقول لنا ترياق وما أعرف شنو وصفات طبية هل يعقل هذا الكلام؟ يعني بعد ما تحدثوا عن الوضع السياسي ومعرف منه وفصل بي وسنة وشيعة وكيف يتكلموا وشلون هم يعني فضلهم على العراق كبير تحدثنا في هذا الموضوع تحدثنا عن موضوع الترياق وإحنا ظالمين الإيرانيين وظالمين المخدرات ودائما إحنا ظالمين نقول المخدرات تجينا من إيران لا لا مثل العادة العبد المهدي تجينا من الأرجنتين تنزل للبراشوت من الأرجنتين تطير بالهوى وتنزل للنهي بالمنجنيق من الأرجنتين اللي هنا شو الكلام معيب هذا الكلام هل المئة وخمسين ومئة مدج قد وخمسة غرامات منت البلد مخدرات ملايين الحبوب مليارات الحبوب كريستال وغير كريستال ومعرف منه موجودة بالعراق عشرات الأطنان بل مئات الأطنان من المخدرات في العراق وصدر العراق ويجيب ودي عصابات صدر هذه بمئة تحدث لي عن ترياق ورزمون هاي الأعداد الكبير وكلهم يطلع عندهم مئة وخمسين غرام لا تساوي شيء تضحك علينا هل هكذا يمكن لرجل دبلوماسي أن يتحدث مع الشعب ويعرف أن هذه المقابلة ستذاع على الشعب العراقي وحدثهم بهذه الطريقة وريد وما يريد يقنحهم غصبا ما عليكم تقبلون بهذا الموضوع هذا واقع الحال لأنه لو كان لو المسؤولين في العراق من رئيس الوزراء وانت نازل لا يقبلون بهذا الكلام يعاقبون القناة ويعاقبوه إلى السفير وزارة الخارجية تعترض علي على الكلام هذا وزارة الداخلية تعترض على هذا الكلام تقول لعب هذا الكلام إحنا يوميا نرزم هل قد هل قد على الحدود تريلات تدخل لتريلات من المخدرات وانت تحدثت عن ترياق وخمسة غرامات وستة غرامات وأقراض صحية ومعرف شنو وبعدين تقول لنا صار تفاهم بين الأجهزة الأمنية في إيران والأجهزة الأمنية في العراق وهي وحدة صار تفاهم في هذا الموضوع وانحلت القضية تهد بعد ما أحد أحكي بيها والآن أي واحد يلزموه من إيران لو شايد يعني لو جايب أربع تريلات ما أدري كم طن إيه ترياق هذه مات قليلة وليغراض صحية صدره يا وجعة هذا الكلام هل هو مقبول هذا وقع الحال هذا العراق الذي بلا إرادة بلا سيادة بلا استقلال يعني مغيب وذوله جراء ديران حقيقة هذا وقع الحال وهذا ما فعلته أمريكا باحتلالها للعراق هذا ما فعلته الآن يشتمون أمريكا هاي أمريكا هي اللي جابت لكم جابت لكم العراق مثل ما يقولون على طبق من ذهب وعطتكم وهذا واقع الحال الآن تشتمون أمريكا ما أقصد في الشديد يعني أمريكا من دمرت العراق ومن جعلتكم أسياد العراق وأقصد إيران والآن تشتموها ويا الشيطان الأكبر ميليشياتكم كلام كبير جدا جدا وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وانتققكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة